بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المقتدين بهم ونسألك أي حي وقيم أن تجازينا على حسن العمل وتتجاوز عن تقصيرنا فيه يا أكرم الأكرمين وبعد فقد روى مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخريه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله قال صدقت يقول عمر فتعجبنا يسأل ويصدق لأن التصديق لابد أن يكون عنده علم والسائل يظهر الله ليس لديهم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فانظر أيها المسلم إلى مثل هذه العمارة لما تؤدي عملا لمن تعتقد أنه يراك ولو لم تره تحرص على إتقان ذلك العمل قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أمرها لا يعلمه إلا الله قال أخبرني عن أماراتها وفي رفض قال سأخبرك عن أماراتها يعني العلامات قال أن تلد الأمة ربها أو ربتها وأن ترى الحفاه العراه رعاء الشاء يتطولون في البنيان ثم مضى في لفظ النبي قال ردوه علي فلم يجد أحدا وفي لفظ قال النبي لعمر يا عمر أتدري من السائل يعني بفترة قال الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعني أن ما اجتمل عليه هذا الحديث هو الدين هو دين الإسلام وقد مضى فيما مضى حديثه ابن عمر بني الإسلام على خمس وهذا كأنه تتمة له أو هذا فيه تفصيل تفصيل للإيمان لأن الإنسان قد يكون مؤمنا لأن الإيمان هو التصديق وقد لا يكون مستسلما مسلما للأمر وقد يكون المسلم مؤمنا وكثيرا ما إذا جاء أحد اللفظين فهو يدل على المانا آخر لما سأل النبي قال هذه الأسئلة والنبي لما أخبرهم أنه جبريل يبين أن الدين الإسلامية في جملته اجتملت عليه هذه الكلمات الإسلام لما قالت الأعراب آمنا أعراب العرب قال الله قلنا لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا يعني استسلمنا وخضعنا لسلطة الإسلام وفيما يتعلق بالإيمان هذا يرجع علمه إلى علام الغيوب جل وعلا لكن عند التفصيل هذه الأعمال هي أركان هذا الدين أو هذا الإسلام فهذا السائل الذي استغربه الصحابة شديد بيض الثياب والمسافر لما يكون ضاربا سفر على السيمة في تلك الأزمنة التي الوسائل ليست مهيئة للناس في أسفارهم في كل لحظة إذا جاء أحد بأثواب نقية وشعر منظم يجزي أجزمون أنه من محيطهم يقول ولا يعرفه منا أحد ثم يسأل هذه الأسئلة العميقة ما الإسلام أخبرني عن الإسلام فبينا أركان الإسلام وهي الشهادتان والصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع لأن الله لا يكلف نفسا لا وسعها قال صدقت فاستغربوا كيف يسأل والشأن أنهم لا يعلمون أنه لا أحد يعلم هذه الأمور سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قال صدقت ما رد عليهن بشيء قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله يعني تصدق بوجوده وأن الأمر كله له وأنه المتصرف في هذا الكون وأنه الذي لا يخرج عن إرادته من هذا الكون الشيء جميع ما هو ظاهر ومعلوم في الحياة علمه عند الله وأمره إلى الله جل وعلا أن تؤمن بالله وملائكة لاوذ أن تؤمن يعني لا يتحقق إيمان الواحد مننا عوما إلا إذا آمن بالله يعني بأنه الموجود الخلاق الفعال لما يريد الذي بيده الخير كله والذي لا يخرج عن إرادته شيء في الوجود بالله وملائكته لا بد من الإيمان بالملائكة ولو لم نعرفهم ولو لم نعرف حقائقهم وإنما نعرف أن لله ملائكة لا يحيط بهم إلا الله ونعرف أسماء من مرت علينا أسماءهم كجبريل وميكال الذين مروا لهم ذكر في القرآن الكريم بالله وملائكته والله قال وما يعلم جنود ربك إلا هو والنبي أخبر أن الملائكة تصف عند الله جل وعلا فقال لأصحابها ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف الملائكة يا رسول الله قالوا يتمون الصف الأول فالأول يعني ويتراصون ما يبدأون بصف ثاني إلا بعد أن كمل الأول إلى آخر فلا بد من الإيمان بالملائكة والملائكة جند لا يعلمهم حقيقة إلى الله جل وعلا وعدادهم لا يحصل إليها عبد البشر والإيمان بكتب الله وملائكته وكتبه ورسله على المسلم أن يؤمن بكتب الله الذي هو يعرف يؤمن به على معرفته والذي لا يعرفه يؤمن بكل ما أنزله الله جل وعلا على الرسل إيمانا عاما ويؤمن بالرسل والله قال للنبيه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص فنؤمن بجميع من أرسلهم الله من عرفناه حقيقة مما ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به على وفي حد ما علمناه ومن لم نعمل الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا أحد عذب الله وقد جاءه رسول فنؤمن برسل الله كلهم لكن التشريع والتديم بما كانوا يعفالون هذا محصور فيما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا لأنه قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ من أحدث في أمرنا يعني في الإسلام ما ليس منه فهو رد لأن الإسلام كمل أتمه الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وامتن على العباد بأنه أكمله فلن يبقى لهم شيء نزدون وإنما عليهم أن يفهموا هذا الدين وأن يقوموا بالقيام بواجباته ويحل حلاله ويحرم حرامه ويخلص لربهم جل وعلا في كل أعمالهم قال الأنت من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لابد من الإيمان بالبعث باليوم الآخر الذي يحاسب الله جل وعلا الخلائق فيه والإيمان به يخشط الاستعداد له لأنك إذا علمت أن أمامك من سوف يناقشك على كل شيء احتجت أن تحتاط لكل ما يحتمل أن يرد من أسئلة فلابد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بأننا مبعثونا محاسبون يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح عن عدي بن حاتم الطاعي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني يكلمنا ربنا لا ترجمان بيننا فينظر أحدكم يقوله النبي عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن يساره يعني عن جهة يمين شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار قال النبي فاتقوا النار ولو بشق تمرة ليس بتمرة كاملة بنصف تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ما هي الكلمة لا إله إلا الله سبحان الله أمثل هذه الكلمات الخيرة التي بيّن النبي أنها تقوم مقام الصدقات لما قال ما منكم من أحد يصبح إلا وقد وجب عليه بذل ستين وثلاثمائة صدقة وهذا في كل يوم فلما قال الصحابة ليس كلنا يجد فقال صلى الله عليه وسلم بكل تسبيح صدقة كل تحميده بصدقة كل تكبيره بصدقة كل تهليله بصدقة أمر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة إزالة الأذى عن الطريق صدقة دلالة مخطئ الطريق صدقة إعانة العاجز عن حمل متاعه على نفسه تحمله عليه صدقة إلى أن قال كفك أذاك عن الناس صدقت صدق بها ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتا الضحا فإذا تعاهد الواحد نفسه لدقائق محدودة يصلي في الضحا ما بين طلوع الشمس ارتفاعها قدر رمح طول الرجال اعتدل القامة إلى قرب قيام قائمة الظهارة هذا هو الضحا كله إذا صل ركعتين قضى جميع الصدقات التي وجب عليه أن يقوم بها وهذا من فضل الله علينا وعظيم جوده وإحسانه بنا دقائق محدودة قل من خمس دقائق يؤدي الإنسان عملا يجزئ عن هذا وهذا فضل الله فقال أخبرني عن الإحسان قال الإحسان إن تعبد الله كأنك تراه انظر لو أن أحدا كلفك بعمل وهو يعرف العمل وكيف يؤدى ثم وقف عندك ينظر إلى عملك وتعلم أنه سيحاسبك على التقصير معنى هذا تتقن العمل إلى أقصى ما تستطيع إفقانه فقال له النبي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه ولا شك لا نراه بأعيننا في الدنيا فإنه يراك الله جل وعلا ما يفوت عليه شيء ما من سر يكون بين الثلين أو أكثر إلا وهو يطلع عليه الله ذكر ويسمع تحاوركما تقول عائشة إني كنت في البيت في المنزل والمرأة التي تشكو زوجها لقد سمع الله قوله إلى آخر في سورة قلسم وسمع الله تحاوركما تقول وإنه يخفى عليه كثير مما كان يصدر من بينهما وأنا في الحجرة والله سميع بصير كل كلامهم لا يخفى عليه فربنا جل وعلا مطلع علينا وعلى كل ما نقول ونعمل ولكن لا نعتمد على جدنا واجتهادنا وإنما نخلص لله بالعمل ونرجو ثوابه وإحسانه بنا قال أن تعبد الله كأنك تراه يعني ومن لازم هذا أن تحرص على إتقان عملك في الفريضة الصلاة تريد أن تذيها بيّن لنا رسول الله كيف تؤدى وأدّاها مرات كثيرة أمام أصحابه يرضي الله عنه مجمعين ونقلت حركاته وأفعاله في صلاته كلها حتى كأن المطلع على كتب السنة كتب الحديث كأنما هو حاضر مع الصحابة وهم يسجلون أو يقولون أو يقرأون ما يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من فضل الله على أمة الإسلام أنه لم يجعلها في أمر متاهة فترك لها أمر تقسيم الأعمال والقيام بها وبيان القيام والركوع والوقوف والسجود والانتهات وغير ذلك كل ذلك مبين وهذا من فضل الله فينبغي للواحد وهو يؤدي أي عمل أن يحرص على إتقانه وليعلم أن الله مطلع عليه وإذا قصر سوف يكتب ذلك عليه فليحسن العمل لما بيّن له أن العمل أن الإحسان أن يعبد الإنسان من ربه كأنه يراه قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني لا يعلمها أحد لأن علم الساعة عند الله جل وعلا وإنما إذا أمر بقيامها وأمر نافق الصور من الأنفخ ونفق في الصور فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون في لحظة قدرة القادر جل وعلا قال أخبرك عن علاماتها عن ثلث الأمة ربها أو ربتها يعني أن يحصل الغزو وسبي النساء ويملك هن الذين سببهن في الجوش الإسلامية ويؤتق ما السبايا عليهم وتكون المسبية بالأمس حرة واليوم في الرق يتسرها سيدها فتلد فيكون مولودها سيدا لها لأنها لا عدء يملك أن تباع لأنها تكون وإن لم تكن حرة صارت حرة في المئة إلا أنها لا يجري عليها بيعا قال أن تلد الأمة ربها أو ربتها وأن ترى الحفات الذين لا شيئا عندهم سوى مليمات يرعونها يتطاولون في البنيان يشيدون القصور ويرفعون المباني ويدخلون على الأمم المتقدمة في السابق فيكونون سادة لها ثم بيّل قال في خمس لا يعلمه إلا أن الله وتلى النبي من الله إلى آخرة الخمس التي في آخر سورة لقمان التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض كموت لا أحد يعرف أين سيموت ولا في اللحظة التي يقينه سوف يموتها بل ربما نزلت به علامات الموت ثم فرّج عنه وعاش بعد ذلك والعمر كله لله جل وعلا فأمر الساعة مهم أن الإنسان ليس لي علامها وتكون مجرد علم ومعارف وأخبار لا ما دام أن فيه ساعة ستقوم وأنه لا يعلم ما تقوم يقول الله وما يدريك لعل الساعة قريب فليستعد الإنسان لها بماذا بالعمل الصالح والحرص على الثبات على الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بما أمر الله به ثم ليعلم الإنسان أن أركان الإيمان يعني أركان الإسلام خمسة الشهادتان وإيقام الصلاة وهيثاء الزكاة وصوم رمضان والحج أركان الإيمان ستة الإيمان بالله ورسوله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر أن يؤمن الواحد بأن ما قدره الله سيكون ولو بذل كل المستطاعات ليتقي شيئا قد كتب أنه سيكون لا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك يعني إذا وقع عليك أمر لا تقول لو أن احتضت ووضعت شبكا حتى لا يدخل علي أحد أو شيت جدارا عانيا لا يستطيع أحد أو كذا أو احتضت وأحضرت حراسا متقنين يحرصون لني لا إذا وقع عليك أمر من الأمور فاعلم أنه ما كان يمكن أن يمتنع ذلك الأمر يقول الله يقول النبي واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك إذا أصابك الشيء لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا ما كان كذا وكذا لا وإنما قل قضاء الله وما شاء فعل وما أخطأك لم يكن ليصيبك مر أنت وإحتياطي ولله الحمد لا فعني وجدي واجتهادي وعدم دخول ذلك المسلك أو اصطحاب من يحمون أني سلمت والذين فرطوا ما سلموا لا أنت لما سلمت قد كتب الله سلامتك فلا مجال ولذلك من كمال الإيمان حقا أن يعتمد الواحد على الله فيما يأخذ وما يداع ولذلك يدخل السبعون الألف الجنة بغير حساب لأنهم لا يلتفتون إلى شيء حتى من العلاجات المأذون فيها النبي قال تداوى عباد الله ليس تداوى أمر بالتداوي وإنما هو إذن بالتداوي ولا تتداوى بحرام ولما زعم أحد أن في السكري دواء قال ليس بدواء وإنما هو داء ثم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها يعني لم يحصر الشفاء في شيء محرم وسع الله ما من مرض وداء إلا وله علاج قد يعرفه الناس يعرف العلاج وقد لا يعرفون علمه من علمه وقد جاهله من جاهله لكن لا يمكن ينزل داء إلا وينزله دواء لكن هل هذا الدواء قادر على أن يمنع نزوله لا إذا كان الله أنظى أن يتم يتم هذا مجمل يكون في حديث هذه الليلة في هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم وراه غيره من أهل الحديث وهو بين النبي أن هذا هو الدين وقال هذا جبريل الذي أتاكم يعلمكم دينكم جاءهم على شكل رجل إلا أنه لا يعرفونه ومظهره لا يدل على أنه أتى من غربة ومسافة إلى آخره أسأل الله أسأل الله بأسمائه وصفاته أن وفقنا جميعا لتحقيق معنى هذا الدين وإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا والجد على صدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن متابعته والاقتداء به كما أسأله بأسمائه وصفاته جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان وأن يقضي حاجات المسلمين في كل مكان وأن يشفي مريضهم ويفرج كرب مكروبهم وينصر مظلومهم ويقرى عدوهم ويقضي يدين مدينهم بمنه جل وعلا وكرمه كما أسأله سبحانه أن يعاجل المضطهدين المعتدى عليهم المظلومين في بلاد المسلمين أن يعاجلهم بالفرج بفرج منه عاجل بتوبتهم هم إلى الله وإنابتهم إليه وبانفراج الأمر لهم وانتصار الحق على الباطل وخذان الأعناء لأسيما في الشام الذي تجبر هذا الطياء الطاغية ولدا بعد أبيه في جبروته ضد أهل الشام عموما فنسأل الله جل وعلا أن يسرع الفرج لهم بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب وبالفرج من ظلم عدوهم وظلم معينيه من صفوية أيران ومن يسر على منهجه من الحزب الناجس في لبنان وغير ذلك ومن الدول الكافرة التي تمدهم تمد هذا السلطان السيء بما تمده من ضرب بالطائرات وعصلحة تمدل غير ذلك نسأل الله أن تفاجئهم إلهنا ومولانا بقهر وإذلال وفشل في دولهم في كل مكان وانتصر للحق على الباطل كما أسأله جل وعلا أن يكشف الفتن عن بلاد الإسلام عامة في شرقها وغربها وفي كل مكان وأن يحل محل ذلك الأمن والأمان والإيمان به جل وعلا وإخلاص العمل لوجهه وحسن التعاون على البر والتقوى كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في دولتنا ويصلح حالها ويزيدها من البر والتقوى ويوفق لأمرها لرفع شأن لإعزاز الأمر بالمعروف والنهر عن المنكر وإذلال الباطل وقمع الفتن والأخذ على أيدي السفه والمحافظة على الصبغة الإسلامية التي تورثناها أبا عن جد في هذه البلاد وأن يجعل دولتنا صفة مستمرة دولة الأمن والأمان من فزع إليها ووصلها دخل آمن مطمئن كما أسأله سبحانه أن يعاجل بالفرج أهل اليمن بأن ينتصر أهل الحق على أهل الباطل وأن يقطع أمل الصفويين في اليمن وفي إيران على قيام أي دولة لهم في تلك البقاء وأن يكون الأمر كله لأهل البلد ومتعاونين معهم والنصر لهم إنه سبحانه مجيب الدعاء وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا محمد وصحبه اشتركوا في القناة